اقترح رئيس المجلس العسكرية الحاكم في تشاد محمد إدريس ديبي إعادة إحياء الاتفاق الربعي بين ليبيا والسودان والنيجر والتشاد من خلال تشكيل قوة عسكرية مشتركة على الحدود مع ليبيا من أجل التصدي لتوغل الجماعات المتمردة تقرير عبد الرابعي بعد قرار سحب نصف تعداد جنودها من المثلات الحدود الرابط بين مالي النيجر وبوركينافاسو تسعى تشاد الآن إلى إعادة بحث الاتفاق الربعي مع ليبيا والسودان والنيجر والتشاد من خلال تشكيل قوة عسكرية مشتركة على طول حدودها للتصدي لتوغل الجماعات الإرهابية اتفاق كان قد عقد عام 2018 لكنه لم يمنع من تسلل الجماعات المتمردة من ليبيا إلى نجامينا واغتيال رئيسها السابق إدريس ديبي إتنو فرأت تشاد على أن الخطر قادم من السودان أو من ليبيا فأرتأت إعادة النظر في اتفاقية 2018 التي تجمع الدول الأربعة لكن في نظري على أن وجود القوات التشادية في المنطقة سواء كان في مثلث الحدودي أو في بحيرة تشاد عموما لها وزن كبير جدا وكم ساعدت القوات التشادية القوات النيجرية في القضاء على جماعة بوكو حرام في ذل انتشار المرتزقة والعصابة المسلحة بليبيا وتهديد أمن الدول المجاورة لها يرى مراقبون أن تشاد يمكنها أن تلعب دورا مهما في مجال محاربة الإرهاب ولا يخفى عليكم أن هذه المنظمة الإرهابية هي خطيرة جدا خاصة أنها تقتات وتعتاش وتعيش على تجارة المخدرات العابرة للحدود وبالتالي قوات التشاد تستطيع أن تصنع الفارقة إذا تحالفت مع دور الجوار في القضاء على الجماعات الإرهابية المتطرفة المنتشرة في منطقة الساحل وجنوب السحراء في المقابل اعتبر طرف آخر من المتتبعين أن تشاد ليست قادرة على ضبط حدودها من تسلل الجماعة المسلحة لا أعتقد في هذا الوضع ووضع تشاد أنه يستطيع أن يمنع عبور المرتزقة من ليبيا إلى تشاد ومن تشاد إلى ليبيا فالحدود هناك حدود صعبة وهي حدود صحراوية مفتوحة يمكن اختراقها بكل سهولة وبالتالي أعتقد أن نداء ابن رئيس التشاد أو الابن المغدور به ما هي إلا مطالبة ديبلوماسية سياسية وحتى فرنسا التي كانت أكبر حليف لتشاد في مكافحة الإرهاب على طول الساحل الإفريقي وبعد قرار سحب قواتها من مالي يقول متابعون إن ذلك سيجعل تشاد مهددة أكثر في أمنها القوم اشتركوا في القناة